اشتركوا في القناة وعافية يا رب الطابقتها اليوم كما ركوا تشوفوه هنا امامكم كما شفتوه في الصور هو على طابق جلبانة والقرنون بالدجاج ويعني ستكون صلصة بيضاء اذا لطريقة تحذير هذا الطابق نبدأه بسم الله اذا في طنجرة حطيت كمية من الزيت والبصل المبشور او المفروم وقطع من الدجاج يعني قطع تعدد جاج ستكون على حساب افراد العائلة وكمية ميناء المعدنوس اي البقدونس نخلط كل هاد المكونات مع كمية ميناء الملح كمية الملح ملكترش بزاف لانه هنا مشحن مرقوب بزاف كمية صغيرة فقط ميناء الملح وحتى التوابل ما احطيش بزاف توابل فقط فلفل اكحل وليتحب تضيف شوية فقط ميناء الزنجبيل يعني هذا الطابق ما يحتاج بزاف ميناء التوابل لانه البنة عراي في القرنون وفي الجلبانة هما ليحيطون البنة هذا الطابق لهذا مكان ليحبوا يضيفو تاني شوية تاعل الكوركم يمكن ليحبو الملح الأصفر ولكن احنا عملو على الطريقة العاصمية لانه جواز بمرقة بيضة اذا بعد ما تقلت دجاج شتاعي جيدا ودبال كل هذا البصل مرقت بكمية ميناء الماء سخون من الاحسن يكون ماء سخون وحطيت ثم بعدها بعد ما غلاء هذا الماء حطيت قطعة القرنون بعد ما نضفت القرنون او بما يعرف بالارضي شوكي النقيه جيدا ونحكم ليحب القارس وقسمت الحبه على 4 ضفت مورها الجلبانة كما را كنت شوفو كمية المرق ما نحتاج بزاف المرقة لانه هنا الدجاج يعني ما ياخد بزاف وقت في الطياب القرنون كذلك والجلبانة كذلك اذا المرق فقط يعني قيس قيس فقط بعد ما يطيب الجواز تاعي ويطيب القرنون ويطيب كل المواد الان جا الوقت باش نحضر العقدة اللي نعقد بيها الجواز اديالي وهاد العقدة تسلوح لجميع يعني الجميع يعني اللي بلالي هكذا اللي عندهم مرقة بيضة باش نحضر اذا هاد العقدة هادي ناخد كمية من المراق تاعي لطب لطب نعصر عليه نصف حبه ليمون نصف حبه ليمون او قارس ونضيف عليه سافار تاع حبة بيض نضيف عليه سافار تاع حبة بيض فقط ونخلط هادي بالملعقة اذا الجواز تاعي هنا راه طايب نقصه كامل للنار للفرنه فقالي فقط نعقده بهاد العقدة فقط ونطفي عليه اذا نخلط مليح هاديك العقدة حتى تنسجم هاديك المكونات البيض والمرقة وعاصير تاع الليمون نفرغ هاديك العقدة تاعي هاكدا فقط مباشرة فوق المراق هاكدا مباشرة ونعمل حركة دائرية نرفض الكوكوت ديالي او طنجرة ديالي ونعمل يعني مباشرة حركة دائرية بهاد الشكل كي ما راكوا تشوفو هاكدا حتى يعني هادك الخاليط يمشي لي كامل في المرق ونغطي عليه ونطفي عليه مباشرة هاكدا فقط قسمه يتعقم هادك السافر تاع البيض المرقة ها راه يتغلي يعني مباشرة هادك السافر تاع البيض راح يتعقم ونطفي عليه وندردر عليه من الفوق شوية تاع المعدنوس يكون مفروم ناعم هذا هو اذا الطابق تاع اليوم يعني انا اللي هم منه فهذا الطابق هو يعني المبتدئات باش يعارفوك فاش يعقدو المرقة البيضة تحهم باش يجيهم الجواز تحهم يعني جبنين والمرقة جبنينة وهذا هو الطابق تاع الموسم طابق تاع جلبانة والقرنون بالدجاج نتمنى حبيباتي هاد الفيديو يكون نال اعجابكم وما تنسونيش بالجام للفيديو واشتراك في القناة لأول مرة يشوف الفيديو نتمنى تشتركوا في القناة وتضغطوا على الجرس ليصلكم كل جديد دمتم في رعاية له وحفظه وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله اشتركوا في القناة